عبد الرحمن غريب نصراوي رسميا واي من يحيا يعود الاهلي من جديد وهيثم يغادر الاهلي وينتقل للشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس او فارس اوفيش المقطع الجديد مقطعنا اليوم راح يكون اخر اخبار الدور السعودي والجديد اللي ساير في الساحة في الايام الاخيرة ولكن قبل وداية المقطع اليوم اذا رسم اشتركت في القناة طالع الكآن فوق علي سارة شاشة كلام اضغط عليه والشركة خلينا وصل اليوم اكبر عدد من الشركين ووعدين شخص الشرك انه بدنا لا يستمتع اضغط وزر لايك لنوصل هذا المقطع اكبر عدد من لايكات وتابعوهني عبر حسباتي الموجودة تحت في التعليقات في الوصف وخلونا الان نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ في اول خبر عندنا في حلقة اليوم وهو بخصوص هيثم عسيري اذا ما كنتوا عارفين ففي الايام الاخيرة الماضية انتشرت اخبار كثير انه هيثم عسيري راح يغادر النادي الاهلي وراح ينتقل لنادي الشباب على سبيل الاعارة لمدة موسم كابل مقابل تنازل الشباب عن مستحقات اللاعب علي مجرشي ولكن انا اقول لكم الان من هذا المنبر انه كل الاخبار اللي انتشرت عن هذا الموضوع غير صحيحة ابدا حتى الان لم يتلقى النادي الاهلي اي عرض رسمي بخصوص هيثم عسيري ورغبة دارة النادي الاهلي الاولى انه اللاعب يستمر معاهم في الدرجة الاولى وراح يكون اساسا مع الفريق بشكل اساسي داخل ارضية الميدان فكل الاخبار اللي انتشرت عن اعارة هيثم عسيري لنادي الشباب غير صحيحة ابدا وادارة النادي الاهلي ايضا رح تدفع مستحقات علي مجرشي بنفسها بدون ما تتنازل لأي لاعب لنادي الشباب فاخذوا العلم وتأكدوا من هذا المعلومة ولكن انه هيثم عسيري يغادر من نادي الاهلي لنادي اخر هذا الشي رح يتحدد في اليومين القادمة كحد اقصى وغالبا انه اللاعب مستمر مع النادي الاهلي باذن الله ومكمل معاهم في دور يالو طبعا هيثم عسيري هذا الموسم في الدور السعودي لعب واحد وعشرين مباراة من الواحد وعشرين مباراة عنده فقط 11 مباراة دخل فيها بشكل اساسي خلال هذا العدد المباريات اللاعب سجل هدفين وصنع هدف اللاعب عنده صناعة 16 فرصة نجح بثلاثة وعشرين مراوغة وافتك عشرين كرة وتقييم اللاعب بشكل عام هو 6.8 هيثم عسيري يا جماعة الخير حتى لو ما كانت ارقامه جدا مميزة مع النادي الاهلي هذا الموسم الا انه اللاعب موهوب وعنده مكانيات جدا كويسة رح تفيد النادي الاهلي في دور يالو يعني دور يالو للامانة الاندي اللي فيه اوكي ممكن تكون قوية ولكن لعيبة النادي الاهلي ايضا ممتازين وقادرين يتخطون هذه الاندي بسهولة وهيثم عسيري من النوعية اللي رح تفيد النادي الاهلي في دور يالو وغير كذا اللاعب عمره 21 سنة فقط يعني انت الان يوم تعتمد عليه بشكل اساسي في دور يالو ما رح يجر موسم القادم في الدور الممتاز الا واللاعب جاهز مية في المية وممكن يصير هو لاعبك الاساسي اول ما ترجع للدور الممتاز في مركز الجناح الايمن وانا اتمنى بقاؤه وباذن الله ادارة النادي الاهلي رح تحافظ على هيثم عسيري ورح يستمر معاهم في دور يالو وخلونا الان ننتقل من موضوع هيثم عسيري الى لاعب اخر موهوب جدا في النادي الاهلي وهو اللاعب الدولي السعودي عبد الرحمن غريب اذا ما كنتوا عارفين فعبد الرحمن غريب الى نادي النصر بشكل رسمي هذا الخبر تأكد مية في المية من عدة مصادر موثوقة سواء كانت هذه المصادر في النادي الاهلي او حتى في نادي النصر اللاعب منتقل الى نادي النصر منتقل بشكل رسمي على سبيل العارة مدة موسم كامل طبعا قبل فتر قلت لكم انه اللاعب قريب من الوحدة ولكن تكنسلت الصفقة بشكل تام لانه اللاعب يرغب انه يشارك في عدد كبير من المباريات ودارة نادي الوحدة وقعت مع لاعب في مركز الجناح الايسر لذلك اللاعب ما هو حاب يروح في نادي الوحدة ويلعب معهم على دكة البدراء لكن اللاعب الان موافق على عرض النصر بشكل كامل وباقي اتفاق بسيط جدا بين نادي الاهلي ونادي النصر على مدة العقل طبعا الخيارين المتوفرين لدى الناديين الخيار الاول انه اللاعب يروح لنادي النصر يعارة الين بطولة كأس العالم واول ما تنتهي بطولة كأس العالم في فترة الانتقالات الشتوية يرجع اللاعب للنادي الاهلي ويكمل معهم في دور يلو الخيار الاخر انه اللاعب يعار لنادي النصر حتى نهاية الموسم مقابل انه ادارة نادي النصر تعير للنادي الاهلي لاعب او لاعبين وفي اخبار تقول ايضا انه اي من يحيا من اللاعبين اللي ممكن برسبة كبيرة يعدون للنادي الاهلي شخصيا انا اتمنى انه اي من يحيا يرجع للنادي الاهلي ويشارك معهم في دور يلو هذا الموسم لانه اللاعب خلاص تعود على الفريق وغير كذا اللاعب عنده مكانيات جدا ممتازة راح تفيد الفريق في دور يلو احنا شفناه كيف بدع في دور الممتاز فكيف في دور يلو اكيد راح يبدع اكثر واكثر فانا الامانة ما عندي اي مشكلة اذا كان بديل عبدالرحمن غريب هذا الموسم هو اي من يحيا لاعب جدا مناسب للمرحلة الحالية وانا جدا بتمنى هذا الصفقة تم وفي الايام القليلة القادمة راح يتضح موضوع غريب بشكل كامل اللاعب طبعا خلاص خارج النادي النصر خارج النادي النصر لكن مدة العقد هي الى الان ما تحددت وعلى الغالبية راح تكون لمدة سنة كاملة بخصوص عبدالرحمن غريب فانا ادعم اعارته لانه اللاعب ما هو مناسب يلعب في دور يلو اللاعب عنده اسمه يحتاج يستمر في الدور الممتاز يحتاج يستمر انه يلعب مع الاندي الكبيرة ويجاري اللاعبين الكبار حتى يكون انه جاهز لبطولة كأس العالم ومع نادي النصر اللاعب راح يستفيد كثير يا جماعة الخير اولا هو راح يلعب تحت قيادة مدرب كبير اتكلم عن رودي غارسية ثانيا راح يلعب مع مجموعة من اللاعبين الكبار المميزين داخل رضية الميدان تتكلم عن تالسكا تتكلم عن كنن تتكلم عن ابو بكر وغير الاسماء الجديدة اللي راح توقع معها ادارة نادي النصر في الايام القادمة فعبدالرحمن غريب راح يستفيد كثير من تجربة انتقاله للنصر على سبيل الاعارة وانا ادعم هذه التجربة وباذن الله اللاعب يستفيد منها ويرجع للنادي الاهلي في الموسم القادم على اكمل الجاهزية ويكون احد اهم الركائز الاساسية مع عودة النادي الاهلي على العموم كل التوفيق العبدالرحمن غريب وباذن الله اول ما يتأكد مدة العقد انا راح اعلن لكم اياه وبشكل رسمي هنا عبر اليوتيوب وخلونا الان ننتقل للخبر الاخير في حلقة اليوم وهو بخصوص عودة النادي الاهلي من جديد وما هو مصير هؤلاء اللاعبين اذا ما كنتوا عارفين في يوم الغد بعد غياب استمر اكثر من اسبوعين النادي الاهلي يعود للتدريبات من جديد وراح يطلق برنامج الاعداد للموسم الجديد بالتجمع غدا في جدة استعدادا للمغادرة يوم الخميس المقبل لدولة تركيا من اجل المعسكر الاعدادي للموسم القادم وادارة النادي الاهلي ايضا قررت انه خلال هذه الثلاثة ايام القادمة تحدد مصير الثلاثي فليب برادريتش والحسن نداو والعقيد عمر السومة طبعا فليب برادريتش مؤكد خروجه بشكل رسمي الحسن نداو ايضا بنسبة 90% اللاعب خارج من النادي الاهلي والعقيد عمر السومة الان باقي موضوع مستحقاته انسددتها ادارة النادي الاهلي واتفقت مع اللاعب على جدولتها اللاعب خارج من النادي الاهلي وان ما اتفقد فاللاعب مستمر مع النادي الأهلي فلذلك راح يتبين لنا الآن خلال الأيام القليلة القادمة عن وجود هؤلاء اللاعبين أو عدم وجودهم في معسكر النادي الأهلي راح يبدأ يوم الخميس القادم يعني بعد ثلاثة أيام من الآن راح يكونون جميع اللاعبين النادي الأهلي متواجدين في دولة تركيا باستثناء هذول الثلاثة عشان أكون صريح معاكم فلب برادريتش وعمر السومة والحسن نداو حتى لو في أخبار ربطتهم أنهم راح يتسمرون أنا أقول لكم أن هؤلاء الثلاثة اللاعبين ما راح يتسمرون مع النادي الأهلي وراح ينتقلون لنادي جديد وكل التوفيق لهم تحديدا العقيد عمر السومة اللي أنا بإذن الله أول الداعمين لهذا اللاعب في مسيرته القادمة على العموم هنا وصل إلى نهاية المقطع شاركوني أراكم حول جميع مواضيع حلقت اليوم تحت في التعليقات وإذا كنت حابب تقدر جهدي تعب في هذا المقطع فاشترك في القناة وأنا مساهل لك العملية زي ما تشايف الآن على سارة الشاشة طلعك وشار القناة اضغط عليه والشرك وخلينا نوصل اليوم أكبر عدد من المشركين وعالمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين اختاري واحد منهم وعدك بالذلان وعجبكوا لا تنسى في اختام كل مقطع تذكر الله عز وجل وتابعني عبر حساباتي موجودة تحت في التعليقات وفي الوصف شكرا لكم حبائبنا ولا نقدر أقول لكم من هذا المنبر مع السلامة ونلتقي لاحقا بإذن الله شكرا لكم